نبدأ كلمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت إمبارح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقفية رقم 40 للقوات المسلحة قال في كلمته إن التاريخ العسكري سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر لكن الرئيس قال إنه يود التركيز على دور الشعب في تحقيق الانتصار لأنه قدم مثال يحتزى بيه في مسندة جيشه الرئيس عبدالفتاح السيسي وضح إن النصر بيتحقق بوحدة الشعب ووحدته وصموده ووعيه وإيمانه لأن النصر فعلا كان حكاية شعب لقد سجل التاريخ العسكري بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر إلا إنني أود عن التركيز اليوم على دور الشعب المصري بأكمله في تحقيق هذا الانتصار حيث قدم بجميع فئاته مثالا يحتزى به في مسندة جيشه ماديا ومعنويا وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال ونما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي ونصر فقد كان مصر أكتوبر حقا حكاية شعب حكاية أباء وأمهات قدموا أبناءهم فداء لهذا الوطن حكاية زوجات وأبناء وبنات عانوا مرارة الفراق حكاية كل مواطن من شمال مصر لجنوبها ومن شرقها لغربها تحمل وصبر من أجل بلده حكاية جلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما كان يعتقده البعض أنه مستحيل ترجمة نانسي قنقر